السلام عليكم يا رب تكونوا بخير أوقات كتير من اللي بقى حابين ندخل للمطبخ نحضر وكبت غدا أو عشاء أو مثلا الفطار لرمضان تكون سهلة وسريعة الناس اللي رتم حياتها سريع اللي هو حابين ندخل للمطبخ في نص ساعة نكون عملنا وكبت غدا حلوة وطعمها يجنن وما تاخدش معنا أي وقت الناس اللي عايشة لوحدها ومختربين زي ما جالي في التعليقات عملنا وصفات للمختربين مش حابين نقضي رمضان كل وقفين في المطبخ حابين كده حاجة سريعة ولزيزة الفيديو ده علشانكو حبيت أبدأ السلسلة دي من الفيديوهات بوصفات اللحم المفروم أو أفصل الوصفات عن بعضها علشان يبقى الوصول لها سهل بعد كده لو عجبكو الفيديو ده عملوا لي like ويلا بينا نبدأ على طول أول وصفة هبدأ بيها وهي طواجن الكفتة من الحاجات اللي بلجأ ليها دايما لو مستعجلة وحاب أعمل حاجة يكون طعمها حلوة في نفس الوقت بحضر لأول تدبية الكفتة أنا عندي هنا 350 جرام من اللحم المفروم زودت عليهم حبة بصل مفرومة وزودت كمان فصل نتوم المفروم عندي هنا كمان بيضة زودت عليها 3 معالق كبيرة من البقصمات معلقة والتانية والتالتة زودت كمان ربع كبيرة من البقدونس وعندي هنا طبق فيه معلقة صغيرة من الملح نص معلقة صغيرة من الفلفل الأسود نص معلقة صغيرة من الكمون ومعلقة صغيرة من البابريكة بعجل مكس الكفتة ده كويس قوي علشان الكفتة تبقى أنسجتها متدخلة في بعضها ممكن نحطها في العجال لو مستعجلين أكتر بالزراع التقليب اللي قتات شمانت بتاعت التقليب أهم حاجة توصله باللحمة إنها تبقى بالكوام الناعم ده وأنسجتها متدخلة نجيب تواجن أو صنية بايريكس أو أي حاجة متوفرة عندنا بنتهينها كده مسحة زيت زتون بسيطة جدا بعدين نشكل الكفتة لأصابع كده زي ما أنتوا شايفين 350 جرام من اللحمة هيعملوا معاكوا تقريبا 10 أصابع من الكفتة بالحجم الكبير ممكن لو حابين تقسموا حجم الكفتة على 2 وتعملوا 20 صابع كفتة بسيب الكفتة على جنب وبجيب طاصة على النار بزود فيها معلقتين كبار من زيت الزتون وعندي هنا ميكس من الخضار فلفل ألوان أحمر وأصفر وأخضر وحاجة كده بسيطة من الفلفل الحار بدي الخضار تشويح على النار وحاولوا إن الخضار يفضل محافظ على قوامه يعني يدوب ديئة تشويح مش أكتر من كده ونضيف المكون التاني زودت فاصل من التوم المفروم هقلبه كده مع الخضار كويس وعندي هنا حب التماطم متقطعة مكعبات جزء منها وجزء التاني مفروم أو ممكن كلها تكون متقطعة مكعبات صغيرة عادي زودت كمان معلقة كبيرة من السلسة ولو عندكم كمان معجون فلفل أحمر ممكن تضيفوا منه معلقتين صغيرين وعندي هنا طبق فيه معلقة صغيرة من الملح نص معلقة صغيرة من الفلفل الأسود ومعلقة صغيرة من الزعدر بدي الخليط دي تقليبة كده مع بعضه وفي الآخر بوضيف عليه نص كباية من المياه يدوب بياخد غلوة بسيطة كده ونطفي النار على طول بياخد بقى خلطة الخضار بالسلسة والتماطم دي وبضيفها على الكفتة بطريقة دي تقدروا دخلوها الفرن كده زي ما هي أو ممكن نحطه على الوش المتسرلة أو شدر الفرن بتاعي ساخن مسبقا على حرة 190 هحطها في الرف الأوسط هتحتاج معايا بالضبط 25 دقيقة مش أكتر من كده لو لقيتوها من فوق ما أخدتش لون ممكن تفتحوا عليها الشابات حمروها بسيط من فوق راحات هاتجنتن ممكن تقدموها معروزة بشعرية شوية عصيل برتقان الكفتة بتبقى دايبة جدا وطعمها حلوة قوي تاني وصفة أحضرها لكم باللحمة المفرومة كمان هتكون رولات اللحمة المفرومة بالخضر عندي هنا 500 جرام من اللحمة المفرومة زودت عليهم حبة بيت زودت كمان نص كوباة من البقصمات الناعم البقصمات اللي هو فوتات الخبز الناعم التاول اللي هنضفها هتكون معلقة صغيرة من الملح معلقة صغيرة من البابريكا رشة كده من الفلفل الأسود وكمان زودت نص معلقة صغيرة من الكمون عندي هنا حبة بصل صغيرة فرمتها ناعم جدا وصفتها من الماء بتاعتها يعني مناخد تفل البصل بس زودت كمان معلقتين كبار من زيت الزتون آخر مكون بضيفه بيكون معلقة كده صغيرة من الصلصة أو معلقة صغيرة من معجون الفلفل الحلو كالعادة بنعجل مكونات الكفتة كلها مع بعضها لحد ما تندمج وتبقى أنسجتها متدخلة ونعمة بالطريقة دي باخد قطعة العجينة تكون بالحجم ده مثلا كده وببدأ أفردها من طبقتين من الستراتش راب ممكن تستخدموا فرادة العجين وانتو بتفردوها هيكون أسهل معاكو شوية وهتطلع كلها بسنك واحد عندي هنا طبق في شرايح جزر وبسلة كمان ممكن تضيفوا أي نوع خضار زي ما تحبوا يعني الحشوة ترجع ليكو بثبت الحشوة في الأول كده وببدأ ألف فرول بالطريقة دي بعدين بقفل الجوانب بالطريقة دي كمان بلاف فرول اللحمة بالعرض وبعدين بقفل عالي البلاست كراب أو الستراتش راب ونضغط كده الجوانب على قد ما نقدر ونبرومه كده قدامنا وبعدين نطبق الجوانب لتحت بعدين مندخلوا التلاجة ساعة أو لو مستعجلين مندخلوا التلاجة نص ساعة مندخلوا التلاجة لمدة ساعة أو لو مستعجلين قوي ممكن يدخلوا الفريزر لمدة نص ساعة لو مستعجلين فممكن قبل ما ننزل الشغل في ربع ساعة كده نحضر الرولات دي ونسيبها في التلاجة ولما نرجع ندخلها الفرن على طول لما بتتماسك بفكها على طول من البلاستيك وبعدين بحطها فرق زبدة وبرومها من الجوانب بطريقة دي زي لفت البنبوني كده بالزبط الفرن بتاعي ساخن مسبقا على حرية 200 مش هتحتاج معاكو أكتر من نص ساعة بس بخرجها وبسيبها تبرد شوية بعدين بعملها كده خلطة أسقيها بيها عندي هنا كوباية من الماء استاخن زودت عليها معلقة كبيرة من الصلصة الصلصة اللي هي معجون الطماطم بدوبهم كويس مع بعض وبسي بيهم رولات اللحمة بعدين بدخلها الفرن تاني يدوب ديئتين كده تحت الشوية تتشرب شوية من الوش وتتماسك أكتر لما تخرج من الفرن سيبوها تهدى كده ديئتين تلاتة بعدين قطعوها وقدموها شكلها هي جنن وسهلة وبسريعة ومفيدة جدا جواها خضار فيش فيها نسبة دهونة عالية أنا قدمتها مع صوص مشروم وبطاطس بيوري هكتب لكم طريقة صوص الماشروم تحت الفيديو كمان هسيب لكم لينك البطاطس البيوري كمان حضرناها قبل كده الوصفة اللي عملها دلوقت هتكون صنية الكفتة بالبطاطس أنا عندي هنا 500 جرام من اللحمة المفرومة ضفت كمان حب التماطم وتقطع مكعبات صغيرة أو ممكن تفرمو نصها وتقطعو نصها زودت كمان معلقتين كوبار من الفلفل الأخضر حب تباصل مفرومة معامة حاجة تكون مفرومة ناعم التهوبل اللي عندي معلقة صغيرة من الفلفل الأسود معلقة صغيرة من البابريكا الكمون الزعتر والملح معلقة صغيرة من كل حاجة آخر حاجة زودت فصين من التوم المفرومة كالعادة بنعجن الكفتة كويس قوي لحد من الأنسجة بتاعيتها تتداخل تبقى نعمة كده بعجن الكفتة كويس وبسيبها على جنب بجيب بقى صنية تكون مقاس 30 بديها مسحة زيت زتون بسيطة قوي بعدين باخد خليط الكفتة ده وابدأ أضيفه في الصنية بالطريقة دي وابدأ أوزعها كويس قوي بضغطها زي ما انتوا شايفين كده عندي هنا 3 حبات من البطاطس 3 أو 4 على حسب الحجم بتاعكو البطاطس بقطعها بحجم اللي هو قريب لحجم الشابسي شوية بس سميك كده زي ما انتوا شايفين وبرص البطاطس على دوران الصنية بالطريقة دي النص ممكن نضيف كده أنصف طماطم أو طماطم شاري ممكن نضيف فلفل لو بتحبوا الفلفل حار ضيفوا فلفل حار لو مش بتحبوا الحار طبعا فاضيفوا فلفل يكون حالو بس سميك الصنية على جنبي كده وبحضر لها الصوص بتاعها من عندي هنا كوبية من المياه زودت عليها معلقة كبيرة من معجون الطماطم أو الصلصة زودت كمان معلقة صغيرة من الملح وآخر مكون هو معلقتين كبار من زيت الزتون بقال لكم كويس قوي مع بعض بعدين باخد الصوص ده وبسق بالصنية بتاعتي التسوية بتكون على مراحلتين أول حاجة بنغطيها بطبقة ورق خبز أو ورق زبدة بعدين طبقة ورق فويل وبندخلها لفورن نصف ساعة على حرة 180 في الرف الأوسط بعد نصف ساعة بشيل ورق الخبز وورق الفويل وبسيبها كمان نصف ساعة على حرة 180 من أحلى الصواني اللي هتجربوها حلوة جدا وجديدة وطعمها حلو كمان ما بتاخدش معنا أي وقت الوصف اللي همنها لكم بقى دلوقتي هي مش باللحمة المفرومة لكن من الحاجات اللي بالجأ ليها دايما لو حبها من الحاجة السريعة اعملكوا فهيتة باللحمة أنا عندي هنا معلقة كبيرة من الخل زودت عليها معلقتين من عصير اللمون بضيف أكتر مكونين أساسيين في الفهيتة وهما زيت الزيتون والصوية سوس 3 معلق صوية سوس و3 معلق زيت زيتون عندي هنا فصين من التوم قطعتهم شريح كده زي ما انتوا شايفين التوابل اللي هضفها هتكون معلقة صغيرة من الفلفل الأسود معلقة صغيرة من الكمون معلقة صغيرة من الفلفل الأحمر أو البابركة عندي هنا كمان أرنشطة كده أخدت منه جزء صغير وفرمته ناعم وهضيفه على الخليط مش هتحسوا ان هي حر قوي لكن هيدي طعم حلو آخر مكون هضيفه هيكون الكزبرة الخضرة هي حاجة كده أساسي مع الفهيتة وعندي هنا لحم ستيك تندرلوين أو بسيرلوين أي حاجة بتحبوها أو متوفرة عندكم أعمل حاجة تكون متقطعة شريح طويلة بالطريقة دي الناس المستعجلة ممكن تجيبوها متقطعة جهزة كده وتخزنوها في الفريزر علشان تطلعوها وتشتغلوا بيها على طول بغطيها وبسيبها في التدبيلة دي نصف ساعة بس طاسة على النار بوضيف فيها معلقة كبيرة من زيت الزتون مع معلقة صغيرة من الزبدة أهم حاجة الطاسة بتاعتكم تكون سخنة كويس جداً ونبدأ نضيف شريحة الستيك بالطريقة دي يفضل أن الطاسة تكون واسعة ما تبقاش عميقة علشان اللحمة لما تنزل ما تنزلش الماء بتاعتها كلها كمان لو كمية اللحمة اللي عملينها كبيرة فتقدروا تقسموا التسوية على مرتين أو تلاتة الستيك ما بياخدش أي وقت تماماً يدوب ديئتين كده على كل جهة وخلاص وتطلعوه على طول لو سبته فترة طويلة على النار فاللحمة هتبقى قاسية شوية في الأكل ومش هتبقى طعمة بشيل الستيك وبحطه في طبق وبغطيه في فويل علشان يفضل طري في نفس الطاسة زودت حبة بصل أبيض تكون متقطع شريح كده زي ما انتوا شايفين زودت عليها كمان فص واحد من التوم المفروم بقلب البصل مع التوم كده لحد ما البصل يبقى دهبي خفيف شوية بعدين بنزل ماكس الفلفل ممكن فلفل أخضر بس ممكن تعملوا ماكس بين الفلفل الألوان والفلفل الأخضر زي ما تحبوا أهم حاجة في الفهيتة إن الفلفل ما يدخلش في التسوية قوي يعني لما تقدموها يبقى الفلفل ملون لسه حاولوا قادر الإمكان لون الفلفل ما نغيرش معاكم قلبت الفلفل دقيقتين وهبدأ أضيف عليه الستيك تاني نقلبهم مع بعض دقيقة واحدة ويبقى جاهز عندنا للتقديم أحلى طبقة فهيتة تقدروا تقدموه مع رزة أبيض أو تعملوا بها ساندوتشات بعيشة لتورتيام مع شوية أفوكادو من الحاجات السريعة والسهلة واللي دايماً بعملها آخر وصفة معانا هتكون طاصة البيض باللحمة المفرومة من أحلى الوصفات في الحياة خمس دقايق والغد يكون جاهزت حاجة كده مفيش أبسط منها طاصة على النار زودت فيها معلقة كبيرة من الزيت وعليها معلقة صغيرة من الزبدة أول ما زدت دوب معانا كده بنضيف على طول حبة بصل تكون مفرومة ناعم وعندي هنا مكس فلفل أخضر وأصفر وأحمر ممكن كمان تضيفوا فلفل حار لو حابين يا دوب دي أكده نقلب الفلفل بعدين نضيف اللحمة المفرومة الوصفة دي أو الطاصة دي بتحتاج 100 جرام لحمة مفرومة لمتين جرام يعني زي ما بتحبوا كمية اللحمة معاكم من مية لمتين بقلب اللحمة لحد من لونها يتغير وتدخل في التسوية كويس بعدين بضيف التوابل بتاعتي ببدأ أضيف ربع معلقة صغيرة من كل حاجة من الملح، الفلفل الأسود، الكمون، البابريكا، والزعتر لو بتحبوا الشطة تقدروا تضيفوا ربع معلقة صغيرة من الشطة المطحونة نقلب كويس لحد من اللحمة تدخل في التسوية بعدين نبدأ نزود البيت المية جرام لحمة بياخدوا تقريباً 3 بضط أو بيت حسب رغبتكم يعني في أماكن فاضية كتير ممكن وضيفيها بيت كمان عادي في الآخر كده بزينها برشد بقدونس وعلى كل حبة بيت شوية بابريكا نجاهز العيش أو الشوكة لو مش بنحب العيش واستمتعوا بأحلى طاصة بيت باللحمة المفرومة أنا أوقات كمان بعملها ببيرجر لو عندي بيرجر بحطه كده أسويه وأفرم البرجر وكسر عليه البيت تبقى حلوة قوي برضو كده خلصنا وصفات النهاردة أتمنى أنها تكون عجبتكم تنسوش تعملوا لايك للفيديو ده لو عجبكم وأشوفكم على خير في فيديو جديد مع السلامة